اشتركوا في القناة من تمام التسامح ومن تمام الرحمة أن تبصر من يسير في طريق خاطئ أن تبصره بخطأ طريقه ومعاله مو أجي أخدع وأنا أعرف الحق من الباطل وأجي أقول لليهودي أو النصراني ما عليك مش كبه دينك إبراهيم فلا تروا كلنا حبايب أمور تمام نتقابل في الجنة ان شاء الله بس نحن نروح حوض النبي صلى الله عليه وسلم وانت تروح حوض آخر بس نتقابل في الجنة أنت جاهز تخدع وتكذب عليه من تمام التسامح والرحمة أن أحب له النجاة في الآخرة فأقول له طريقك هذا ينتهي للنار لا أكذب عليك أنت ملزب بالتباع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه براهيم نبوتي الآن تعكس القضية لا تعالوا يا جماعة راح نحبكم وما في أي فرق بيننا والأمور تمام وكلنا حبايب وبيننا عيش وملح وتاريخ ومشتركات وأمور وكذا أي طيب والعقيدة والجنة والنار لا كلنا لكم دينكم واليدين إلى آخره من الأطرحات ماشي ترى أنا من أقول أنه طريقه ينتهي إلى النار ترى مو معناه أني أنا بروح أمسكه بلطشه في الشارع مو هذه الفكرة هي الفكرة أنا من وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين من أعظم صور الرحمة أنه يبين للناس الحق من الباطل ومآل طريق الحق ومآل طريق الباطل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وآمنوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم سورة محمد